اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويصير في برج الجدي ورح يضل بحركة امامية اللي هي المرحلة الاولى اللي هي مرحلة الحركة الامامية من يوم 6-12 لغاية يوم 29-12 وهاي المرحلة اللي احنا رح نحكي عنها بالحلقة هاي اما بالنسبة للمرحلة الاخرى اللي هي رقم 2 اللي هي عملية التراجع طبعا عملية التراجع رح تكون الساعة 39-32 دقيقة صباحا من يوم 29-12 رح يضل يتراجع في برج الجدي لغاية الساعة 11-12 دقيقة من بعد ظهر يوم 18-1 يعني عملية التراجع هي من يوم 29-12 لغاية يوم 18-1-2023 طبعا هاي الفترة فترة سلبية جدا الاشخاص اللي بيشتغلوا في مجال السيارات او الالكترونيات او في البورصة او الاسهم والمضاربات المالية بدهم يحذروا من هذا الوقت تماما حتى هذا الوقت احنا عادة منقول فترة التراجع عطارد حتى للزواج والارتباط فترات ما مننصح فيها اما بالنسبة لما بعد 18-1 بيرجع كوكب عطارد زي ما حكينا الساعة 1-12 دقيقة بعد الظهر بيرجع للحركة الامامية برضو في برج الجدي فرح يضل بحركة امامية لغاية الساعة 11-22 دقيقة من صباح يوم 11-8 بعدها بنتقل خلص بيخلص مهمته في برج الجدي وبنتقل لبرج الدلو كوكب عطارد عشان ننخص نقاط معينة كوكب عطارد هو المسؤول بتأثراته على القدرة على التفكير ونقل أفكارنا للغير تقوية الذاكرة وبيتحكم بالاتصالات والمواصلات طبعا لما بصير سلبي اللي هي في فترة التراجع بتظهر الأمور أو صفاته السلبية بأكثر واللي هي الفضول والعفوية قوة الاتصال والتعبير طبعا كلها هاي بتصير بأشياء سلبية أكثر فعشان هيك بقل عشقنا للحرية وأيضا بقل التفكير وقوة قدرتنا على إيصال المعلومات وأيضا بصير عنا ضعف في تحليل الأمور وبطء بالحركة أو إصابات بالحركة طبعا والعصبية أهم شغلة بما أنه في المرحلة الأولى اللي هو رح يتواجد فيها ما بين اللي هي 6-12 لغاية 29-12 بحركة أمامية رح نجد أنه أغلب الزوايا اللي رح يشكلها أو أغلب الوقت رح يكون هو سعيد بيطبعه في هذه الفترة فعشان هيك بنعطيه نوع من أنواع الإيجابية في الفترة اللي ذكرناها أما بالنسبة لعملية التراجع فرح نذكرها اللي هي ما بعد 29-12 رح نذكرها في حلقة يعني قبل هذا التاريخ إن شاء الله نشرح بالتفصيل إيش التأثيرات السلبية والمخاطر للتراجع أما الآن اللي هي الفترة اللي ما بين 6-12 لغاية 29-12 خلال هاي الفترة المذكورة بيشعروا موليد برج الجدي بقوة الفكر والإدراك الجيد للأمور وبينشطوا بالدراسة والمطالعة والاتصالات والسفريات وبكون عندهم قدرة على إقناع الغير بوجهة نظرهم أكثر من ما قبل وبيستفيد معهم في ذلك موليد الأبراج الترابية الأخرى مثل الثور والعذراء والمائية أيضا اللي هم موليد السرطان والعقرب والحوت وكذلك كل شخص تواجد لديه عطارد ساعة ولادته في برج الجدي وعادة الأشخاص اللي بيولدوا وبكون عطارد موجود في برج الجدي هدول الأشخاص ما بيتسرعوا باتخاذ قراراتهم وبتنصب أفكارهم حول جانب العملي والموضوع وخصوصا في المواضيع اللي بتشغلهم أما بالنسبة للتأثيرات اللي رح يأثر انتقال عطارد في المرحلة الأولى على جميع الأبراج فنوخذها بالترتيب برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل أفكارهم بتفيدهم في مجال العمل ممكن يسمعوا خبر جيد بخصوص ووضعهم المادي وهي فترة مناسبة للتواصل مع أشخاص دون نفود ممكن يطوروا عملهم أو يحصلوا على منصب بالمرحلة القادمة برج الثورة بينشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وبيستفيدوا التجار في عمليات الاستيراد والتصدير وتعتبر هاي فترة مناسبة للسفر والدراسات العليا وربط العلاقات أو التعامل مع الغربة برج الجوزة بتنصب أفكارهم حول الأمور المالية المشتركة لا يدخل تحسين عليها يا بتكون بقرض يا إما بيعني أموال إلها علاقة بميراث أو ضريبة أو تأمين وبيجدوا حلول سريعة للتخلص من الديون أو النفقات المالية برج السرطان بيميلوا لتبادل الأفكار والآراء مع الشركاء وإن كانوا شركاء عمل أو شركاء عاطفي بتكون علاقاتكم مع زوجاتكم أو مع شركاءكم مرضية بيطبعها العطف والمودة وهاي فترة مناسبة لتسوية الخلافات والنزاعات لصالحكم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا التركيز كله رح يكون على العمل بشكل أولي والثاني بكون على الصحة فأفكاركم بتفيدكم بالتعامل مع زملاء العمل وبيصبح عملكم ممتع مع بعض موليد برج الأسد ممكن يبتكروا عمل جديد أو يدخلوا في مجالات جديدة وبتزيد من حيويتك وأيضا من صحتك برج العذراء بتزداد نشاطاتهم الأدبية وحث أولادهم على الدراسة وبرضو قدرتهم على إقناع أحباؤهم تكون جيدة وبتعرف لقاءاتك متعة بكون لها أثر طيب على حياتك العاطفية ورح تقضي أوطقات ممتعة هاي فترة مناسبة لتحقيق نجاح فكري أو أدبي برج الميزان بتنصب أفكار موليد برج الميزان حول الأمور العقارية وعندهم قدرة على إقناع أفراد العائلة بوجهة نظرهم بتسمعوا خبر مفرح بخصوص عائلتكم وهذه فترة تعتبر مناسبة لتغيير محل الإقامة أو القيام بمشاريع متعلقة بمنزلك أو بالعائلة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بكثر عندكم النشاط بالسفر والاتصالات وخصوصا السفريات القصيرة أو المسافات قصيرة وبتنسب عند الطلاب أفكار للمطالعة ونشاط عالي جدا وقسم منهم بفكر بشراء سيارة هاي فترة مهمة للقيام بأسفار ودراسة وعمل والمشاركة في لقاءات أو ندوات فكرية برج القوس برج الجديد بالنسبة بالنسبة لموليد برج الجديد يتمتعوا بقوة الفكر والإدراك الجيد وسرعة البديهة وقدرتهم على إقناع الآخرين بوجهة نظرهم بتتمكنوا من إنجاز بعض الأعمال المهمة وبتجدوا سهولة في متابعة دراستكم برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بينجذبوا لمواضيع غامضة في الحياة أكثر من السابق يعني زي الروحانيات الغيبيات التاريخ القصص الأمور هاي وبيحاولوا إدراكها أكثر فأكثر وبيجدوا حلول للتخلص من المشاكل والصعوبات اللي كانت تعوقهم بالفترة السابقة برج الحوت بيميلوا لتبادل الآراء والأفكار مع الأصدقاء وممكن تتعرف على أصدقاء جدد أو يظهروا أشخاص قدامة كانوا أصدقاء يظهروا على الساحة من جديد أو تتلقوا أخبار سارة عن أصدقاء بيقيموا في دول أخرى أو بعيد عنكم أو بتقوموا بمشاريع أو لقاءات فكرية مع بعض المعارف أيضا فترة جيدة لطلب المساعدة من أشخاص ضو منصب هيك من كون انتهينا من أخبارنا الفلكية والله أعلم طبعا على كل شيء يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر شكرا